وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحوون بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التطلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيناهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمين آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاترة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما أزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر